بدعاية الاتحاد الدولي ITF لعمال النقل أقامت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية اللقاء التشاوري الأول تحت عنوان قطع النقل اليمني بين سندان الحرب والجائحة كورونا لمناقشة القدرات والمهارات التنظيمية التشاركية في إدارة الأزمات والكوارث وناقش اللقاء أهمية العمل على تطوير معايير تقييم المخاطر الخاصة بخدمة النقل على أن تكون الصيغة التشاركية بين جميع العاملين وبين جميع المؤسسات العاملة في خدمة النقل وناقشة لقاء إمكانية تشكيل لجنة تنسيق تشاركية عالية المستوى بين مؤسسات ونقابة النقل بهدف ضبط التحرك تجاه الأزمات وتحديد المخاطر الناجمة عن الأزمة وآثارها المادية والبشرية طبعا هذا اللقاء التشاوري برعاية الاتحاد الدولي لعمال النقل اللقاء التشاوري الأول يعتبر اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد في مثل هذه الظروف وهو عبارة عن قطاع النقل بين سندان الحرب وجائحة كورونا طبعا لا يخفى على الجميع التأثير الذي اتأثرت القطاع النقل في اليمن بسبب الحرب الدائرة والصراعات السياسية الموجودة حاليا إضافة إلى جائحة كورونا الذي زادت الطين بالله وأثرت على قطاع النقل بصورة مباشرة لم تتأثر فيها أي قطاعات أخرى مثل قطاع النقل